تغريدة الوزير ري الحسن بفرض رسم على أصحاب الأرقام الخاصة للسيارات الخصوصية الذي أقره مجلس النواف موازنة 2019 ينتظر التوقيع الرسمي من وزيرة الداخلية والبلديات ومن وزير المالية لتحديد دقائق تطبيق المادة 27 وهو حتى الساعة لم يتخذ إطاره الرسمي لجهة تصنيف الأرقام وأشكالها فالوزارة لم تنتهي من دراسة القرار إذ تعتريه بعض الشوائب الإدارية خصوصا لجهة تحديد الرسم النهائي لمختلف الأرقام المصنفة لأنه حتى ضمن التصنيف الواحد تحدد شطور لفئات الأرقام وتصنيفها ورسومها أحد الآن ما عارفين شو طالع الدريبة اللي عليهم هذه الخبرية يعني بعد ما عارفين شو بدون يدفعه وشو ما بدون يدفعه عنده مزبوط هذا الأعلام مزبوط لأنه العالم ملاحظة مع مصاري تدفع بس هذا هو لا بد إستاء هني يععمل بالدنيا ونحن نعمل بالدنيا نعم يعني منلحق قراراتهم ما فينا نعمل إلا هاك بغتلحق قرار الرئيس الجمهوري والوزراء الجدول الرسمي النهائي لدفع الرسم المالي للأرقام بحسب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم تتخلله مغلطات رقمية تعمل الوزارة على حلها قبل صدوره في الجريدة الرسمية وأعلانه مضيحة أن أصحاب اللوحات المسجلة يستطيعون دفع ثلاثة في المئة من قيمة اللوحة لتسوية أوضاعهم قبل نهاية العام 2019 لأنه في العام 2020 سترتفع الرسوم إلى خمسة في المئة وأي مواطن يستطيع حاليا أن يبدل لوحته المميزة بأخرى عادية دون دفع رسم التسجيل أي 144 ألف ليرا لبنانية كما أنه إذا أراد يمكنه بيع رقمه بالسعر الذي تحدده الوزارة في المزاد العللي بموجب عقد يحدد عند كاتب العدل وبذلك يصبح لكل مواطن سق ملكية رسمية برقمه سلوم أكدت أن تسديد رسوم الأرقام لعام 2019 مستحقة وأن تم تسديد رسم الميكانيك ويستثنى من القانون القضاة الهيئات الروحية الديبلوماسية النواب والوزراء أسعار الأرقام تم توزيعها على فئاتاً ونشرت على الموقع الخاص لوزارة الداخلية على أن تعدل لاحقاً ليتمكن أي مواطن من اختيار رقم لوحته إذا كان متوفراً وتسديد تكاليفه إلكترونياً ومن ثم تسجيله في النافعة من دون وساطة أي وزير أو نائب فوزيرة الداخلية أكدت أن كل مواطن صار في يحصل على الرأم يلي بدهيه وصار الوقت لتدفع رسم سنوي على الأرقام المميزة